اخوتي يا خواتي ابناء وطن الحبيب كيف ما قاعدين تشوفوا بلادنا قاعدة تعيش في اجواء خطيرة متعقمة وترهيل واعتقالات وكل انواع المضايقات والتجاوزات هذا بكله واحنا ما زالت تفصلنا خمسة اسابيع فقط على انتخابات اللي تحولت الى نقطة فارقة في تعديد مصير البلاد بالنسبة للسنوات القادمة يا اما الانقاذ والاصلاح و الا لا قدر الله المزيد من الانزلاق والانهيار الشاب من المؤسد انه بعد ما تم اقصال عديد من الوجوه السياسية اما بالاعتقال او بفعل القيود الادارية والاجرائية اسماء اللي تمثل طيارات وازنة وكان ممكن تثري المشهد الانتخابي وترفع من قيمة المنافسة وتعطي اكثر من خيار بالنسبة للشعب وبعد ما تفنت هيئة الانتخابات في تنظيم الاقصاء بحجوج ضعيفة وواهية ما سمدتش قدام نزاهة وصرامت وشجاعت قضاة المحتمال الادارية اللي رجعوا ثلاثة مرشحين بالنسبة للسيباق الياسي اليوم الشعبوية اللي كيف ما قلنا سابقا ماتت في قلوبة وانسا وحرقة كل السفن امتاحها ما بقالها كان مواصلة الهروبي للامام وتعبيد الطريق اما مترشحها باش يحكم ضد ايرات الشعب ويزيد في المعاناة امتاعها حتى ولو ادى الامر الى تقوير دولة القانون والمؤسسات وهذا ما يفسر القرار التعسفي واللاقانوني اللي اعلنت عليه في سابقة خطيرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتجاه القرار القضاء الاداري والاسرار على اقصاد ثلاثة منافسين فكوا حقهم في الترشح بقوة القانون امام هذه الاستماعات الشعبوية التعيسة في اقصائنا تطبيقا لقاعة البقاء والفناء نحب نأكد انه احنا مواصلين بحول الله باكثر قوة وعزيمة وحجج وبراهين معركة الحق والقانون كيف ما بدناها واثقين من نزاهة وشجاعة القضاء الاداري ومتوسمين كل خير في مؤسسات الدولة المؤتمنة على الدستور وعلى النظام الجمهوري باش تتصدى بهذا القرار الجاير وتحمي البلاد من عكاساته على امنها واستقرارها ووحدتها ونحفو المرفق القضائي على الدفاع على استقلاليته وشرفه مثل ما فعل القضاة الاداريون وندعي لا سيما ابناء شعبنا الى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والتهديم والالتزام بالسلمية والوطنية في التعبير عن تمسكهم باجراء انتخابات حرة ونازهة لان قضيتنا قضية حق نحبوها تجمع مش تقسم وتنجي مش تغرق اختي اخواتي ابناء وطن الحبيب الشعبوية تسترزق وتسقاط من البؤس والفقر وسوء الاحوال وما تحبش اوضاع الناس تحسن لانها تستثمر في المعاناة وتعيش من الام العباد الشعبوية تجوع الناس ومن بعد تشباحهم كذب واوهام وحديث عن خيانة وعمالة ومؤامرات الشعبوية شافت اننا بدينا نرجعوا ونرجعوا في الامل للناس الشعبوية حست اللي برشة توانست نفسه وبدوا يقولوا قريب نخريو من النافق نسمة تغيير حلوة بدأت تهب على تونس لكن الشعبوية ما تحبش اللي يقدم الحلول الشعبوية ما تحبش اللي يبني الشعبوية ما تحبش اللي يرفع من نسبة نمو الشعبوية ما تحبش اللي يضرب على قفة الزوالي الشعبوية ما تحبش اللي يحب يحسن من ظروف العيش من تاعتوانست اخواتي اخوتي ابناء وطن الحبيب اليوم زادت أكد بما لا يدعو أي مجال لشك أنه الشعبوية ما تحبش الخير لبلاد أما نحبكم ترجعوا ستة شهر لتالي وتتذكروا مليح كيفاش الشعبوية كانت تتصول وجول وتبشر صباحاً مساءً بتجديد العهدة وكيفاش كانت وما زالت تقوم بترهيب كل معارض للرأي وبإخماد كل صوت حر لكن أمل التغيير اللي عاشناها مع بعضنا وكبر معانا وبين كل يوم كان أقوى من الخوف وأقوى من الظلم وأقوى من اليأس الأمل هذا معاتش ممكن توقف الشعبوية مع بعضنا رجعوا الأمل هذا بحول الله واقع وحقيقة تعيد الابتسامة لتونس والجماد لسورتها في الداخل والخارج كما كانت دائماً اليوم إنقاذ وغداً إصلاح قال الله تعالى وإن عدتم عدنا ربي يحفظ بلادنا